موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أخواتي في قناة مطبخ مريم إن شاء الله كامل تكونوا بخير اليوم رجعت لكم بطريقة تعامل فلفل عكري أو الفلفل الأحمر أو البابريكا بطريقة سهلة جدا وطبيعي وصحي في البيت نبدأ على بركة الله بسم الله عندي الفلفل الأحمر من الأحسن طبعا يكون جديد ويكون في وقته المهم تقدروا يتخذوا هذا الفلفل الطويل يأما تخذوا هذا يجي قصير هذا المكور كما نقول له هذا من الأحسن هنا نقطع طبعا الراس يعني البغتي كما نقوله العلوية من الفوق ونحي كما راكم تشوفو البودور طبعا نحاول يعني قدر الإمكان إننا نتخلص من البودور كما راكم تشوفو يعني نحاول إننا نحيه كامل نحوه كامل من بعد نقطع هكذا ضوائر أنا فقط حبيت نوري لكم درت كمية صغيرة فقط يعني بركة بش نوري لكم يعني نجح هادا هادا الطريقة ومن بعد انتوما طبعا تقدروا تديرو كمية كبيرة وتحتفظوا به طبعا كما راكم تشوفو نكمل لنا يا كامل الكمية وهنايا ناخد شبكة تاعي ونشعل الفرن تاعي على 140 دراجة أول يعني في زمان الشتاء يعني في الوقت هذا في فصل الشتاء يعني تدخلوه للفرن لمدة ساعة ونص حتى كي يدبال كامل من بعد تخرجوه وتحطوه يعني في المطبخ تاعكم ينشف هنا كما راكم تشوفو درتو فونتيلاسون بالمروحة من فوق ومن تحت ودرتو كما قدركم على 140 دراجة ندخل شبكة تاعي ندخل فلفل الحلو تاعي في الفرن من بعد ما راحش نغلق عليه تماما ولكن هنخليه هاكا شوية مفتوح لمدة ساعة حتى لساعة ونص حتى كي يشوفوه دبال كامل كما راكم تشوفو من بعد نخرجوه ونحطوه في صينية وخليه يعني في المطبخ تاعي فوق اي يعني مابل عندكم ولا حاجة وطبعا تغطوه تحولو انكم تغطوه بشبكة هاكا حاجة تكون كما نقولو حنا يا تخلي الهواء يدخليه كما راكم تشوفو وفي زمن فصل الصيف طبعا تخلو يعني تحطوه في شبكة وتخلوه برا ينشوفو لكم هنا يا نحيت لو كامل هادوك البودور كما راكم تشوفو اللي قاعدوه لي ما قدرش نحيهم يعني مقبل وناخد كما راكم تشوفو اللي باش نطحن بها هاد الفلفل اللي تطحن القهوة طبعا ولي زي بيس التوابل نغلق عليها ونروح نحطها في الغوبو تاعي باش تنطحن لي كما راكم تشوفو هادا هو اخوات الروبو اللي كانو هدوهو لي هادا هو يعني صراحة ما شاء الله بلاي بخوغرام اوتوماتيك كما راكم تشوفو ولي حبيتو تعرفوا اكتر اللي هاد الروبو راكم انتغيسي خلولي في تعليقات باش نديلكم فيديو عليه يعني كيكون عندي بزاف اللي باش نقدر نديلكم المهم بعد ما اطحنتو هذا هو العكري التاعي كما راكم تشوفو يعني وشو نقول لكم جام ان شاء الله وجربتو طيب تبيه وجاروه حتى في المدق يجي هايل اتمنى انكم ما تجربو هادا طريقة وتعجبكم متلسة وشتبرتاجيوها وجام طبعا ونقول لكم للمتقن شاء الله والسلام عليكم